هي أسوأ أيام الصحافة اليمنية مرورا منذ نشأتها ربما هذا هو الملخص لمختلف تصريحات المنظمات الدولية عن وضع الصحافة في اليمن وضع بات يهدد بانقراض هذه المهنة من الأساس وحول الكثير من أصحابها إلى امتهان أعمال أخرى خوفا من الاعتداء والاعتقال ومؤخرا خوفا من الموت الكثير منهم سافروا وتحولوا إلى لاجئين في بلاد الآخرين بينما من تبقى في البلاد قرر أن يلتزم الصمت وذلك قبل أن يودع الحياة أو يتم إخفاءه إلى أجل لا يعلمه أحد هكذا اختير أن يكون المشهد النهائي للصحافة اليمنية أو هكذا تم اختيار البداية الأخيرة لهذا المشوار منظمة مراسلون بلا حدود بعد أن أعلنت في وقت سابق عن تواجد أكثر من 15 صحفيا في سجون تحالف الحوثي والمخلوع ها هي اليوم تصدر تقريرا جديدا تضمن اسم اليمن بين أكثر البلدان انتهاكا لحرية الصحافة وبين أكثر المناطق التي شهدت قتالا وتنكيلا بالصحفيين وعن تفاصيل حالات القتل أوضح التقرير الصادر عن المنظمة أن قرابة 53 صحفيا قتلوا نتيجة عمليات اغتيال واستهداف بالعمد في حين بلغ عدد المقتولين أثناء تقطيتهم الأحداث إلى 21 ضحية هذه الإحصائية توزعت بين خمسة دول هي العراق وليبيا واليمن وسوريا وأفغانستان وأمام هذه الإحصائيات ما تزال أيضا أرقام الضحايا من الصحفيين اليمنين في تزايد لعل آخرها ما حدث لكل من المصور أو واب الزبيري الذي سقط قتيلا إثر انفجار مبنى مفخخ بعبوات ناسفة وضعتها الميليشيا ومحمد اليمني الذي تعرض للقنص المباشر وهو يغطي الأحداث المشتعلة في تعز أوقات عصيبة تمر بها الصحافة اليمنية إذن وتكلفة باهظة هي التي يدفعها من قرر أن ينقل معاناة وأوجاع اليمنيين إلى مختلف أرجاء العالم ترجمة نانسي قنقر